اشتركوا في القناة لا تنسوا ان تعطوا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا ان تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيلوا بزر الجرس مساكم بالخير عندنا سحب على مية جول 14 برو ماكس وسحب على مية الف جنيه مصري كل الشروط تتفارق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة شاء تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد إيقافي كهرباء ورحل الشناوي اقترب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالناد الاهلي من الرحيل عن الفريق بعد العرود المغرية التي وصلت للعب والذي أبدى موافقة مبدئية على الرحيل وذلك وفقا للتأكدات التي انتشرت خلال الساعة القليلة الماضية ويعد الشناوي واحدة من أميز اللاعبين داخل منظومة الكرة المصرية فهو الحارس الأساسي للناد الاهلي ومنتخب مصر ويعول المداربين على خدماته في الكثير من المواقف الصعبة وقدم الشناوي الذي يعد واحد نشي الناد الاهلي والذي خاض أكثر من تجربة بعيدة عن القلعة الحمراء مستوى مويز بالتحديد من ذو منديال روسيا 2018 ومن وقتها باتوا الحارس الأول لأهلي ومنتخب مصر ولكن على ما يبدو فرحلة صاحب الأربع وثلاثين عام شارفت على الانتهاء مع الناد الاهلي وذلك بسبب العروض التي وصلت له بعد تتوجي الأحمر بلقب دور عبطال أفريقيا على حساب فريق الوداد المغربية شاهدت صريحات خطيرة من وزير الشباب ورياضة بعد إيقاف النشاط بسبب الزمالك رفض مرسيل كولر المدير الفني الفريق الأول كرة القدم بالناد الاهلي مناقشة فكرة السمح لمحمد الشناوي حارس ومرمى الفريق بالرحل لخوض تجربة الاحتراف الخارجية وقال مصدر لم تصلنا عروض رسمية إلى الشناوي ولكن المبدأ مرفوض في ظل تمسك الجهاز الفني باستمران الشناوي باعتباره من عمدة الفريق الأساسية التي لا يمكن التفريد فيها وطلب أحسين الشحات لعب الفريق الأول كرة القدم بالناد الاهلي الحصول على راتب سنوية قيمته 15 مليون جنيه خالصت الدرائب من أجل الموافقة على تجديد تعاقده مع القلعة الحمرى وعلمت فيتو أن الشحات تمسك برفع نسبة المشاركة من العقود الجديدة بغيت الموافقة على تجديد عقده مع القلعة الحمرى كما قال مصدر داخل الاهلي إن ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع مام عشون لعب ميتلاندا الدنماركية غيره صحيح تماما وأضاف الاهلي لم يتواصل مع اللعب أو ناديه الدنماركية وما تردد في هذا الملف غيره دقيق وكنا نروج للبعض وأوضح أن الفريق حاليا تركيزه موجه نحو حسم بطولة الدور من أجل استعادة اللقب الغاب عن القلعة الحمرى في آخر موسمين شاهد أول تعليق من مرتضى منصور بعد خبر انتقال الشناوي إلى الزمالك قال الإعلامي تامر أمين إنه يؤيد خروج محمد الشناوي من النادي الأهل الاحترافة خلال الفترة المقبلة وهذا هو رأيه منذ الموسم الماضي إذ إن اللعب قدم كل ما لديه للنادي الأهل خلال السنوات الماضية موضح أن يتمسك إدارة المريض الأحمر بالحارس أمر طبيعي خاصة أنه قائد داخل الملعب ونجح في تقديم دور القائد بشكل مثالي فضلا عن تألقي داخل أرضية الملعب وأضاف أمين خلال برنامج آخر النهار المذاعب رفضية النهار أن راحل محمد الشناوي عن صفوف الأهلي لن يحزنه خاصة أن الحارس يرغب في تأمين نفسه بعرض ملي محترم في آخر سنواته الرياضية داخل الملعب فضلا عن مولد حارس واعد كبير مثل مصطفى شبير وتواجد حارس متألق مثل عن لطفه شاء التصريحات محمد الشناوي بعد انتقاله إلى نادي الزمالك ما هي الحقيقة كشف العالمي أمير هشام آخر تطورات موقف محمد الشناوي حارس مرمى النادل يوم انتخب مصر الأول من الرحيل عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وقال أمير هشام أن محمد الشناوي لم يطلب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر خلال الفترة الحالية وما تردد في الأيام الماضية لأسس له من الصحة وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار الشناوي لم يحصل علي عرض رسمي حتى هذه اللحظة من أجل الرحيل عن الفريق ولكن في حال وجود عرض سوف يكون هناك خطوات واختتم الأهلي حال وصول عرض رسمي للحارس سوف يتم عرضه على كولر الموديل الفندي على اللعب للأهلي وهو نفس المبلغ المالي الذي يحصل عليه مع ميتلاند الدماركي وأكمل كان هناك تقرير ومقترح من دخل إدارة الأهلي بتقريم عرض بعشرين ملون جنيه لتقريب وجهة النظر بين الإدارة واللعب واختتم هذه هي الطريقة التي قد تقرب وجهة النظر بين ثناء واجعل الصفقة تسير في طريقها للحسمة ووفق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأحمر على طلب أيمن أشرف مدافع الفريق الأحمر بعد عودة اللاعبين للتدريبات من جديد ولب المدرب السويسري طلب أيمن أشرف بالعودة إلى التدريبات الجمعية من جديد بعدما تم تجمد اللاعب بالفترة الماضية وشارك أيمن أشرف بالفعل في مران الفريق الأحمر منذ مساء أحد بعد العودة من فترة الراحة الخاصة بالفريق وكان كولر قد أكد في تصريحات سابقة أن استبعد أيمن أشرف جاء لأسباب فنية فقط بناء على تقييمه الشخصي لمستوى اللعب وذلك قبل أن يقوم بتجميده ثم يعود مرة أخرى ويوافق كولر على مشاركة اللعب في المران الجماعي مع الفريق ويستعد الفريق الأحمر لملاقات نظيره حرس الحدود مساء الخميس المقبل في إطار منافسة الدور المصري الممتاز ويعد الناد الأهل أكثر الأندية حظدا للألقاب على مستوى الأندية المصرية منها والعربية والإفريقية كما ينافس على الزعمة الدولية بامتلاك عدد كبير من البطولات القارية جعلت ثاني أكثر الأندية فوزا بالألقاب القارية خلف ريال مدريد ويرتبط الناد الأهل بعلاقات قوية مع بطولة كأس العالم الأندية كونه واحدة من أبرز الزائرين بشكل دائم للمصابقة وشارك المراد الأحمر في مونديل الأندية ثمانية مرات بدءا من نسخة 2005 التي قيمت في اليابان وحقق خلالها الفريق المركز السادس ويعد لإنجاز الأبرز للفريق الفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في ثلاث نسخ عوام 2006-2021 و2022 شاهد تصريحات سيد عبد الحفيظ بعد تغريم محمود كاروى من الكاف ويقافه 12 شهر كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة في نادي الزمالك موقف إمام عشور لعب ميتلاند ديمركي من العودة إلى صفوف القلعة البيضاء وانتهى موسم إمام عشور مع ميتلاند الديمركي حيث يعاني إمام عشور من إصابة جعلته يعود للقاهرة لاستكمال علاجه وقال عبد الواحد السيد في تصريحات تلفزيونية إمام عشور جاء للنادي منذ ثلاثة أيام وطلب أن يخضع للتأهيل ووافقت لأن الزمالك بيته وتابع تحدثوا مع إمام حول إمكانية عودة للفريق ورحب بذلك ولا يمانع لكن يجب التواصل مع ميتلاند الديمركي والآن عزيزي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات هل سينتقل إحسين الشحات إلى نادي الزمالك أم لا؟ لا تنسوا أن تشاركون بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي ترجمة نانسي قنقر